بص من البداية بقى وانت بتتفرج على الحلقة دي احنا بنحقق ارباح وكل فيديو تاني انت بتدخله وتشوفه اصحاب القناة بيحقق ارباح وكل موقع بتزوره في ناس بتحقق ارباح وكل ايميل بتقرار او تبعاته في ناس بتحقق ارباح ده حتى كل عملية بحث على جوجل بتعملها في ناس بتحقق ارباح كل ده ولسه نفكر ان يتحيير ربح من الانترنت مش حقيقي ولسه بتفكر الموضوع يستاهل ولا لا طب ابدأ ولا لا طب اعرف احقق زي الناس دي ولا الموضوع صعب ومحتاج دراسات ومهارات وخبرة وشهادات وفلوس ما فيش الكلام ده خالص ترق الربح كتير كل طريقة لها متطلبات وزي ما فيه حاجات صعبة قوي ومش اي حد يعملها فيه برضو شغل سهل ويقدر اي حد يعمله لكن ما تنساش انه شغل وبقى كده اقول تاني شغل يعني لازم تتعب ولازم تقضي وقت ولازم تحاول وعلى حس التعبك ووقتك هتقدر تحقق هدفك سواء فلوس او غيره الناس اللي اصلا مش بتستحمل تسمع او تشوف فيديو مدته عشر دقايق منين هيجيب صبر ان هو هيتعلم طريقة ربحية ويطبقها وهيقابل عقابات بقى في صحب الارباح في ان الارباح تاخرت عليه او طرق الصحبة مثلا مش مفعلة في بلده فلازم ان هو يتصرف وكل الحاجات دي وفي كل خطوة هيقابلها هيبقى فيها مشكلة او تحدي لازم ان هو يشوف لها حل فعلا لو انت بتفكر ان ان انت تشتغل وتحقق ارباح من الانترنت الحلقة دي هتفرق معاك ومش هتخسر حاجة هم مجرد عشر دقايق اهل المسهلا بكم على قناة اكسب اونلاين حلقة جديدة ومهمة ونكمل بعد الفصل عايز تعرف ازاي بدأنا جغله وقدي ايه كان فيه محاولات فشلة وفلوس خسرناها في التجربة في المواقع وخصوصا مواقع الاستثمارية كل ده بسيط ممكن نجمعه في حلقة ونشوف قدي ايه مواقع كانت جاهزة ان هي تتشرح وعملنا فيها اداع لكن في الاخر قفلت وبعد وقت وبحث واهتمام اكتر واستثمار بقى فيه متجر الكتروني وده بقى مصدر اساسي للدخل وموقع للتسويق كل ده مش منفرار عموما كل واحد وحسب اهتمامه وزي ما قلنا لو انت ما عندكش صبر تشوف الحلقة يبقى انسى الربح من الانترنت اصلا ورايح دماغك اول نقطة لازم تعرفها اللي هي التركيز فعلا اهم اول نقطة لازم تركز انت عايز ايه وهتحققه ازاي فيه طرق كتير ربحية وما فيش طريقة مش محتاجة منك شغل ومجرود حتى الطرق البسيطة خالص زي مشادة الفيديوهات لازم تقعد وتشغل فيديوهات عشان تحقق ربح عايز تعمل موقع يبقى لازم تتعلم تكتب مقالات عايز تعمل متجر الكتروني يبقى لازم استضافة متاجر الكترونية هو ده التركيز انك تختار طريقة واحدة تركز فيها وتتعلمها وتتقنها وبعد كده تحط خطوات للتنفيذ مش مجرد تشت فيديوهات وتقول لا اهده نصب لا اهده حقيقة ابدأ اتعلم حاجة مفيدة عشان تنفزها تاني حاجة كفاية احلام بعد ما تختار طريقة تشتغل بيها وتركز فيها مش هتكتفي بكده لان ده مش هيحقق اي حاجة لازم تشتغل وتبدأ فعليا خد كورسات ودور هتلاقي حاجات كتير مجانية تفيدك ابدأ اتعلم برنامج او طريقة للتجارة او استراتيجية للعمل تعرف العقبات اللي هتقابلك وشوف حلول لها مهما كان بلدك في ناس بتحقق ارباح اونلاين فيها يعني انت كمان تقدر يتحقق كل حاجة ليها حل بس انت اتعب ودور تالت حاجة اللي هي ان انت تاخد اول خطوة كلنا عارفين ان اصعب خطوة هي الاولى وطبيعي جدا انك في الاول تبقى تايه ومش عارف تبدأ منيه طب عايز اعمل موقع طب ده لازم برمجة او اكون مهندس كمبيوتر ولا فيه طرق تانية لعمل الموقع اسهل وممكن تستغلها طب عايز اعمل قناة يوتيوب لازم يكون عندي استوديو مجهز وادوات احترافية ولا فيه طرق عرض تانية عايز اشتغل على امازون طب ابدأ منين وبيع منتجات ازاي وهجيب المنتجات دي منين خد بالك انك اول ما تبدأ هتلاقي مشاكل كتير لكن اول ما تبدأ تمشي في السكة هتقدر تتعامل مع اي مشكلة تقابلك وحدة وحدة ومش شرط المشاكل اللي هتقابلك هتبقى في صحب الارباح بس لان على حسب تخصصك او الشغل اللي هتعمله هتقابل المشاكل وتحديات طول الوقت عشان كده فعلا هتقدر تحقق ارباح كويسة جدا من الانترنت لكنك محتاج تتعب فعلا ومش بالسهل ولما توصل للمرحلة دي هتحقق ارباح تكفيك وزيادة رابع نقطة ان افضل معلم هو اخطائك لازم تبقى فاهم انك تغلط على طول الطريق ولازم يحصل كده لان الموضوع مس سهل لكن فعلا هتتعلم كتير من الاخطاء دي لو انت متابع معايا من اول حلقة قلت اننا اشتركنا في مواقع كتير ودفعنا فيها وكان المفروض تتشرح لكن المواقع قفلت وخسرنا كل الفلوس اللي عملنا ادعاة في المواقع دي لكن كمان كان في مكاسب اللي هي الخبرة ودي اهم حاجة طول ما انت بتسمع عن الحاجة وما حاولتش فيها مش هتقدر تتقدم فيها ابدا لو عايز تعمل قناة يوتيوب ابدأ اعمل قناة وشوف بنفسك المشاكل اللي هتواجهك لو عايز تعمل موقع ابدأ اعمله وشوف هتحتاج ايه وايه اللي مأسك عشان تعمل الموقع اللي انت عايزه وانت في الموضوع نفسه هتاخد افضل خبرة من اي حد يحكي لك عن الموضوع لكن انت المفروض تجرب بنفسك ولو شفت حلقات الترق الربحية دايما بنقول جرب ومش هتخسر حاجة التجربة دي عبارة عن خبرة انت بتاخدها حتى لو موقع ما فتحش معاك ديك عرفت ان في مواقع مثلا غير مدعومة ولازم لها طريقة معينة علشان تفتح لكن للأسف بعد الافكار المغلوطة عن تحقيق الربح زي الربح في ثواني ان انت ممكن تحقق ارباح من غير متشتغل او بدون عمل او بدون اي حاجة للأسف هو ده الفكر السائد في البلاد العربية عموما وده مستحيل فعلا الناس مش بتتيق مدومة كرس عشان تتعلم او محاضرات او تطبيق عملي وكله بيميل للربح السريع علشان كده محدش حمده صبر يتعلم طريقة او يشوف حاجة للكامل او يدور ان هو يشوف حل مشكلة معينة خامس نقطة ايجاد الحلول السريعة انت تعرف ان انت لو صدقت كل كلمة بتسمعها في الحلقة دي هتفرق معاك جدا لان نظرتك للموضوع هتتغير وهتعرف انك فعلا لو تعلمت حاجة معينة وركزت فيها وقت قنتها هتقدر تشتغلها باكتر من طريقة واتكلمنا في الموضوع ده كتير تخيل لو قدرت تعمل موقع وقت قنت الموضوع ده مش هيبقى سهل عليك بعد كده انك تعمل التاني والتالت مش هتفكر تعلم الناس ازاي تعمل موقع تخيل لما تقابل مشكلة شائعة زي الناس اللي مش مدعوم في بلدها مثلا بنك بي بال طب هتسحب الارباح ازاي اما للناس اللي بتشتغل في نفس البلد معاك وبتسحب ارباحها دي بتاخد فلوسها ازاي الفكرة كلها انك ما حاولتش تتعب وتلاقي حلول ما جربتش تنزل في بلدك كده وتسأل في البنوك هل ده مدعوم هلا قدرت اسحب عن طريق بي بال هلا قدرت اسحب عن طريق الفيزا الفلانية مش بتعمل كده اصلا وبتيجي تستسهل وتيجي تقول لا الحل ده صح الحل ده غلط الطريقة الارباحة دي شغالة الطريقة الارباحة دي مش شغالة الكلام ده نظ والكلام ده وتلاقي بعد كده ان الحل كان بين ايديك بس الكسل هو المشكلة او بمعنى صح انت مشكلة نفسك لازم تدور على حلول وموجودة وخليك عارف كويس جدا طالما حد غيرك بيعمل الحاجة دي يبقى انت كمان هتقدر تعملها وما فيش حاجة تمنعك عشان تبقى عارف كمان اي حاجة تتخيلها دلوقتي متاحة على الانترنت يعني مثلا عايز تتعلم تعمل موقع موجود قناة موجود مطجر الالكتروني موجود تداول عملات موجود تقدم خدمات موجود تسويق بالعمولة موجود وقلنا قبل كده الترق الربحية معروفة لكن التفرعات اللي طالعة منها دي هي اللي كتير لكن الترق الربحية كلها اسمناها قبل كده وعملنا حلقة ان هي طرق اساسية وسبتة والباقي ده تفرعات منها نيجي للنقطة السادة اللي هي الخبرة قلتلك من شوية لو انت مركز في الكلام في شغل كتير مش محتاج خبرة على عكس مفهومك عن الشغل ده يعني اللي بيعمل موقع مش لازم يكون يعرف سطر واحد برمجة لان في منصات اسهل بكتير بتقدر ان انت تعمل من خلالها موقع من غير ما تستخدم اي برمجة خالص وكل ده اتشرح قبل كده في القناة زي كورس الورد بريس ده غير انك لما تدخل في شغل وتبدأ تدرس وتتعلم فيه هتاخد خبرة احسن من اي حد تاني بيكلمك عنه يعني انت في الاول هتتعلم وبعد كده هتطبق وتاخد خبرة عملية والموضوع هيبق اسهل وكمان لما هتاخد خبرة في طريق شغل ده هيساعدك في اشغال تانية على الانترنت بمعنى ان الموضوعات كلها متدخلة يعني لما تعرف تسحب فلوسك من شغل اونلاين لحد ما توصلك ده شيء مشترك بين كل الطرق الربحية وتبقى عرفت ازاي اي موقع او طريقة تحق منها ربح هتاخد فلوسك ازاي لما تتعلم تعمل السي او اللي هو تحسين محركات البحث هتلاقيه انه هو داخل في كل حاجة سواء مواقع او قنوات يوتيوب وصفحات تواصل اجتماعي او حتى البيع على امازون وكل حاجة هو ده المقصود انك لما تعلم حاجة هتستغلها في حاجات كتير سابع نقطة ودي اخر المقطة اللي هي الاستمرارية اكبر خطر على اي حد واكبر غلطة بتحصل ان هو بيبدأ الشغل في الاول وبيكون متحمس وواحدة واحدة بيبدأ الحماس ده يقل او يروح خالص وبالتالي مش هيبقى فيه اي شغف بالموضوع وما فيش تطوير وحتى لو كان الموضوع او الطريقة بدأت تمشي معاه كل ده هيتراجع عشان كده لازم دايما تستمر في التطوير وتتعب على شغلك وعلى قد ما تقدر والنجاح مش فلوس ولازم تبقى واسق من ده حتى لو مش هتصدق دلوقتي لانك محتاج فعلا تكتشف ده بنفسك ان النجاح مش كله فلوس وانك ممكن تعمل حاجات اهم وليها قيمة اعلى غير الفلوس دلوقتي مش عايز منها غير حاجة واحدة من فضلك لو الكلام ده فارق معاك وفعلا عايز تشتغل مجرد تعليق قل لي الفكرة اللي عايز تعملها بطريقة مختصرة وواضحة على اقل هساعدك بمواقع وادوات تتعلم منها اللي انت عايزه او حتى اوفر عليك واقولك مفتاح الطريقة دي هيكون ايه علشان تنجز وما ياخدش منك وقت ده فعلا الهدف من الحلقة ومن المنطلق ده هنبدأ الفترة اللي جاي علشان تبقوا عارفين ان احنا هنزل كورسات متخصصة في برامج وترق شغل كبيرة مش مجرد موقع يخلص في حلقة لا هيبقى الموضوع اصعب شوية يبقى كورسي طويل هتبدأ ان انت تذكر وتتعلمه وتبدأ ان انت بقى تستغله بالطرق الكتير اللي قلنا عليها وحتى لو ما تعرفش هتسأل في التعليقات وهنرد عليك المهم دلوقتي انك ما تقفلش الحلقة قبل ما تقول لي طريقة او حاجة انت بتفكر فيها وايه المشاكل اللي مقابلك فيها في بلدك علشان نقدر نساعدك زي ما قلت ان كان بمواقع او ادوات او اقول لك خلال خطوات اللي تنجس بيها الطريقة دي نتمنى التوفيق للجميع دمتم بخير ونشوفكم الحلقة الجاي